اربعة وستة فيشوف فضائي العينة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اتماعش شقد احتمالية يكون هيد ووجهه اربعة فقط احتمال واحد فرح تكون عندنا شني واحد على اربعة فيام ما توجد تكتب الفضائي العينة للكل وتوجد قيمته او شني تستخدم هذه الطريقة وهذه طبعا هي الطريقة الاسرع. اه 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 بوكس يحتوي على اه كرات حمر ثلاثة او جرة ادنة تحتوي على كرات حمر ثلاثة و اه اه كرات باللون الازرق ثنين وخمس كرات باللون الابيض. فكل عملية راح اه اه اطلحها راح شني نحدد اللون مالتها وبعدين ش نسوي نرجحها وين الى العين نرجحها وين الى اه اه الى الصندوق او الى الجرة وبعدين ناخذ شني واحدة ثانية ونشوف نسبة الحدوث مالتها شني اللون مالتها فنجد اه قيمة الاحتمالية لحدوث اه اي لون او اي حدث من الاحداث اللي راح نحددها بالشكل. التالي اول مرة نختار سلcos 2Balls 2Ball eyeballs. يعني نختار الكرة الاولى والثانية كده يكون اوري والثانية اثنياته راح يكون سلط، باللون الازرق. ان ثنياتا الكرة الاولى باللون الازرق والكرة الثانية كده يكون فتكون عندنا السوق ال b لها نسحب الكرة و راح نرجحها فتكون العملية الاولى أنت أخضرها عرفه باللون الأزرق و نسحب مرة ثانية الكرة ايضا تكون عندنا بظموعة XX طبعا عتمالية p ploe ant ploe فيصير عندنا احتمالية الكرة باللون الأبيض و잠مالية الكرة صحسب في الابيض تقدم العدد الكرات باللون الأزرق العفو باللون الأزرق في الجر أو الصندوق عددها 2 على عدد كل الكرات 3-2-15 2 على 10 أيضا في احتمالية حدوثها 2 على 10 ليس لأننا قمنا بيرجاع الكرة التي سحبها أول مرة وارجعها كذلك في هذه الجر أو في هذا الصندوق فاحتمالته ستكون 4 على 100 وتكون 1 على 25 الاحتمال الثاني إنوه نختار شيني كرة الأولى للون الأزرق والكرة ثانيين باللون الأبيض فorerح تكون عندنا Blue & White فاحتمالية الكرة تكون باللون الأبيض واحتماليات الكرة تكون في اللون الأزرق فعلد كرات الزرق على عدد الكلي وإلى عدد كرات البيضاء على العدد الكلي وراح تساوي 10 على 100 وتساوي 1 على 10 وعدمناялаحتمال الثالث إنو نختار كرة باللون الاحمر والكرة باللون الازرق فتكونه لدينا احتماليه كرة باللون ال احمر هي كنا يكون لدينا تساوي احتماليه الكرة باللون الاحمر وبالكرة في لون الازرق العدد كله بالعمطيح فهنا عندنا هذه النوع من الاحتمالية انه نختار عملية سحب كرة وارجحها هنا شيني ما راح اتأثر وين على احتمالية الحصول على الكرة الثانية فهذه الاحتمالية ما راح تأثر من نسبة حدوث الحدث الثاني فهذه اللي تسمى الاندبنتنت او الاندبنتنت او الاندبنتنت او الاحداث المستقلة يعني حدث مستقل وين على الحدث الثاني ناخذ اذا كانت عندنا هنا عمليماتنا او المسألة مالتنا انه اسحب لي ورقة من مجموعة اوراق اللي عب مالتنا مجموعة اوراق اللي عب مالتنا جيد اثنين وخمسين لكن لشيني اسحب ورقة وما ارجحها شوان هنا نتعامل مع هذه الاحداث نشوف انه احتمالية حدوث اسحب لي ورقة وتكون على اه اكون هي من نوع الاس بالعملية السحب الاولى جيد نسبة حدوثه عدد اوراق الاس على العدد كلي لاوراق اللعب فراح تكون اربعة اوين على اثنين وخمسين هذه الورقة لاسحبتها ما راح ارجحها وين الى مجموعة الاوراق راح ارجمها بيدي فراح تكون عدد الاوراق شقد راح يكون اثنين وخمسين شني ناقص واحد فمن اجي اسحب مرة ثانية احتمالية الحصول على ورقة اه الملك بالسحب الثاني شراح تكون نسبة الاحتمالية مالتها راح تكون اربعة شني على واحد وخمسين ليش عدد اوراق الملك على ما تبقى من اوراق اللعبية شلان انا الورقة الاولى شني اللي اسحبتها نقصة 100 من العدد كل يوم من فضاء العينة فهذه الحالة تسمى احتمالية مالتها انه احداث مرتبطة او غير شني غير مستقلة فاذا عدنا هنا احداث ان لا حدوث وين على الحدث الاخر شني اهنا الاحتمالية مالتها انه نقص من فضاء العينة فراح تكون عندنا الحالة الاولى حصول على الاس من اوراق الكلية اربعة على ستنين وخمسين بينما وصول على ورقة الملك راح تكون شني عدد اوراق الملك ناقص شني عدد الاوراق الكلية زيان ولو كنا ريد نحسب نسحب مرة ثانية ورقة وتكون عندنا آس فش راح تكون عندنا هنا العملية الثانية نسبة الاحتمالية ما الحصول ورقة الآس فش تكون عندنا شيني أول شي الورقة اللي سحبتها الأولى قد كانت آس فلوراق الآس المتبقية شقد راح تكون تلافة فضاء العينة شقد راح يكون 51 فرح تكون عندنا شيني هنا ثلاثة وين على خمسين يعني لو بدلنا هنا كلمة بدل الملك راح يكون عندنا عاصل فهذا الشيني راح تكون عندنا العملية بهذا الشكل فهنا عندنا العملية راح تكون يسمى conditional probability يعني حدوث الحدث بي الى علاقة وين بي حدوث الحدث اي ويجب ان يكون حدوث الحدث اي لعفو بي مشروط شيني بحدوث الحدث بي ونرمز له بالاي خط عمودي اي او اي طار اي فهنا راح نرمز له بهذا الشكل فالقاعدة مات تلاح تكون كالاتي هنا واحد محتمد على الاخر فهنا الرمز مات عملية الضرب القاعدة الثانية للضرب الحدوث الآخر الحدث الثاني محتمل على حدوث او شرط ان يكون الحدث الاول حادث فهنا راح تكون عندنا احتمالية الحدث الاول في احتمالية الحدث بي بشرط حدوث الحدث اي فنا اخذ مثال حتى تكون عندنا الصورة واضحة عندنا بوكس وين يحتوي على كرة اثنين باللون الاحمر وواحدة باللون الازرق والبوكس اثنين يحتوي على ثلاث كرات باللون الازرق وكرة واحدة باللون الاحمر وعدنا هنا عملة راح تقذف فاذا كان عندنا العملة تقع على وجش الهيد مالته فراح ناخذ نسحب كرة مني من البوكس الاول اذا كانت عدنا العملة المعدنية تقع على الوجه التيلز فراح نسحب كرة مني من الصندوق الازرق هنا اوجد احتمالية ان يكون نختار كرة اوجد عملية نختار كرات بهذه نتيجة عملية رمي الكرة والسحب من الصندوقين تكون في اللون الازرق احسب احتمالية اختيار الكرات اللي تكون وين باللون الاحمر نتيجة هذه العملية نتيجة عملية نمر القطعة المعدنية والسحب من الصندوق الاول او السحب من الصندوق الثاني هنا quien رح نرسم او نستخدم شرك مخطط للتري فراح يكون عندنا هنا او رمينا العملة وقعت وين على الوجه الاول او او نرمي العملة وتكون وين تقع على الوجه الثاني او الهيد والتيل فاذا كانت عندنا بالتيل راج نذهب وين الى الصندوق ال الاول فاذا كانت عدنا على وجه الهيد العفو رح نذهب وين الى الصندوق الاول وراح نسحب كرة فاحتمال الكرة تكون شين عدي باللون الاحمر او تكون وين عندي باللون الازرق فراح تكون عدي نسبة حدوث الاي انه يكون القطع على وجه الهيد احتماليته واحد على اثنين وهنا تكون عدنا وين احتمالية باللون الازرق فتساوي شين واحد على اثنين في شين احتمالية حدوث الكرة مسحبه وتكون باللون الاحمر احتمالية حدوث القردسية في اثنين وين على ثلاثة عدد كرات الحمر على مجموعة الكرات الموجودة وين في الصندوق الكلي اللي هي ثلاثة في صندوق الاول وتساوي اثنين على ستة اما تكون عدنا بوجه هيد وعدد كرات الزرقاء فراح تكون عدنا احتمالية حدوث العملة على وجه الهيد احتمالية حدوثها واحد على اثنين لان احتمال العملة لها وجه هيد وجه كتابه ووجه نقش فاحتمالية حدوث النقش او الكتابة هي واحد على اثنين في اه واحد على ثلاثة اللي هي نسبة حدوث شين احتمالية تكون الكرة الزرقاء عدد الكرات الزرقاء على العدد كله تكون واحد على ثلاثة واحتمالية تكون واحد على ستة اما تكون اذا كانت العملة على وجه الثاني اللي هي التيرز فراح تسحب بنيا من الصندوق الثاني فعدد الكرات اللي تحمل لون الاحمر واحدة من اثر اربعة فراح تكون عدنا واحد على اثنين احتمالية حدوث وجه التيرز في عدد احتمالية تحديث الكرات الحمراء في الصندوق الثاني يكون واحد على اربعة وتساوي واحد على ثمانية واحتمالية تكون عدنا باللون الازرق رح تساوي احتمالية حدوث الوجه العملة على التيلز في اه اه احتمالية حدوث الكرات اللون الازرق هي ثلاثة على اربعة وراح تساوي ثلاثة على ثمانية. النتيجة النهائية النتيجة النهائية انه راح تكون كلاتي. ردنا احتمالية شيني حصول الكرة الحمراء باللون الزرق العفو احتمالية حدوث الكرات باللون الاحمر بالصندوق الاول واحتمالية شيني زائد احتمالية حدوث اه انه نختار كرة حمراء منين من الصندوق الثاني. فاحتمالة ان نحصل على كرة حمراء بالصندوق الاول هي ثنين على ستة زائد شيني احتمالية حصولنا على اه كرة باللون الاحمر بالصندوق الثاني اللي يجد واحد على ثمانية ومجموحا راح تساوي 11 على اربعة وعشرين 11 على اربعة وعشرين كذلك عندنا الاحتمالية البي البي اند عفو احتمالية حطوط الاي اند بي تساوي على احتمالية حصول الاي تساوي شنو نسبة حصول الحدث بي المحتمد وين على حدث الحصول المحتمد على حصول الحدث اي احتمالية البي اي فهذا عندنا قانون نقدر نستفاد من عنده يعني هذا القانون ما لكنا هو نفسه طبعا هنا عملية ضرب فالعملية الضرب التبادلي فالP احتمالية حدوث A&B على احتمالية حدوث A راح تساوي احتمالية حدوث B المعتمدة على A فهنا هذي راح تسمى قاعدة Formula Conditional Properties ان هي هاي القاعدة مالتنا هذا القاعدة راح تكون عندنا بهذا الشكل بالتالي ناخذ مثال عندنا حتى يكون عندنا واضح عندنا بوكس يحتوي على Black Chips Chips باللون الاسود Black Chips White Chips يختار عندنا شيني Select Two Chips Without Replacement يعني شيني ياخذ اثنين بدون التعوير ف شيني احتمالية انه يختار باللون الازرق واحتمال واند احتمال شيني Chips الثاني يكون وين باللون الابيض وما هي احتمالية ان يكون انه الاختيار الاول يكون وين عندنا باللون Black Chips يكون عندنا وين في عملية السحب الاولى فاوجد Robility Selective احتمالية فاوجد احتمالية اختيار التشيفس الثاني او عمية السحب الثاني يكون عندنا التشيفس باللون الابيض اذا علمت الاشياء التالية عندنا راح ناخذ اذا علمت الاشياء التالية انه البي للسلكت Black و الو هو لل White Chips احتمالية حدوث البي اند اي هي 15 على 56 واحتمالية حدوث عملية السحب الاولى ونواجد عدة قيمة احتمالية حدوث الاي راح تشاوي 3 على 8 فهنا راح تكون عندنا كالاتي فاذا القانون الماتنا راح ننفذ بالشكل التالي احتمالية حدوث البي المحتمدة على حدوث اي تساوي احتمالية حدوث البي اند بي على احتمالية البي فاحتمالية حدوث الاي اند بي تساوي 15 على 56 واحتمالية حدوث الاي اللي هي 3 على 8 فراح تكون عندنا احتمالية حدوث نبدل الغموز مالتها بقانون العام راح نجي القانون خاص متعلق بلون الـ chips black أو white فاحتمالية حدوث الـ white عنده حدوث البلاك فاحتمالية حدوث الـ black and white على احتمالية حدوث البلاك وتساوي 15 على 56 على 3 على 8 وراحت تساوي 5 على 7 ناخذ مثال ثاني حتى تكون عندنا أوضح عندنا عندنا مئة شخص رح يسألونهم في القوات المسلحة وراح تكون نتائج الاستطلاع مالتنا كلاتي الرجال يميرون بنسبة قبول 32 و12 و18 رح يرفضون والنساء ثمانية رح يكون إجابتهم بالقبول و42 رح يكون نعدهم بالرفض طبعا هنا افتوط المالتهم 50 من الرجال و50 من النساء طبعا هنا حول الخدمة بالقوات المسلحة وإلى آخره فهنا يريد من عندنا أوجد احتمالية القبول أو الإجابة بالموافقة ويكون الشخص كذلك من النساء أو يكون عملية اخيار شخص يكون منه الرجال والنتائج القبول ما تكون بالرفض فرح نمطي الرموز التالية آآ 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 لعملية الإجابة اللي يمثل لنا الرجال والأفرح مثل النساء والواي مثل نتيج الإجابة بالقبول وأنه الإجابة بالرفض فهنا عدنا الأولى أن يكون الإجابة بالموافقة وإحتمال الثاني يكون من صنف النساء فهنا راح تكون عدنا آآ كالآتي أريد آآ احتمال أن يكون شن آآ بالموافقة ويكون من النساء النساء فراح تساوي عدنا آآ احتمالية الثاند يس والفيميل والقبول عليمن على احتمالية العدد النساء في الاستطلاع فراح نحن عدنا آآ الربربالتي احتمالية النساء والقبول النمبر مات الفيميل الإجابة بالقبول عليمن على العدد الكلي الماخذين وين بالسامبول المالت فانشوف هنا اللي جابة مات النساء ال�veis ثمانية على العدد الكل devote حمسين ثمانية على خمسين عدد النساء بالاستطلاع عدد النساء بالاستطلاع راح تكون اجداد عدنا عدد المالت هنا خمسين مين على العدد الكلي مية فراح تكون خمسين على مية فراح تكون عندنا البي واي اوف اه اف تساوي البي اف اند واي اه على ثمانية على مية على خمسين على مية وراح تكون نسبة حصولهم اه او نسبة قبول النساء نسبة قبول النساء اه اه بهذا الاستطلاع راح تكون عندنا اربعة علينا على خمسة وعشرين اي نوقل اربعة نساء من الخمسة وعشرين راح تساوي اه نسبة راح تقولن مية فراح نشوف اهنا بتريكة على دل كل شقيت ثمانية قد نسبتهم خمسين فلو قسمنا ثمانية على خمسين فنسبتنا راح تكون شقيت اربعة على خمسة وعشرين الثاني الحصان مالتنا ان يكون اه اختيار رجل ويكون شيني اه نجابه بالنوع بالرفض فالبي اه اه اند ميل والان عفو اند ان على البي اوف اه على احتمالية ال رفض المن بالنسبة الى العدد الكل المن للرفض على العدد الكلي للرفض فراح تكون هنا العدد الكلي اه للي رفضوا من الرجال شقد فمنطعش على اليمن على العدد الكلي العينة على مية على نسبة العدد الرافضين الكلي شقد راح تساوي ستين على اليمن على مية من انو اجد الستين هاي هنا عددنا على الرافضين شقد اثمنطعش زاد اثناعش تساوي ستين فراح تكون عددنا شيني ستين على مية وراح تساوي ثلاثة على اليمن على عشرة تقدر توجدها مباشرة اه 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 انا اجدناها اه اه رعا للمية مع المية رح رحكم اتمنطعش على اه اه اثمنطعش على ستين وراح تساوي ثلاثة على عشرة وهنا نسبة النساء اللي كانوا عندنا موافقات اربعة على خمسة وعشرين وهنا اه ثلاثة على عشرة نسبة الرجال اللي صوتوا بي اه ان يكون رجال ويكون تصويت بالرفض. اه نرجو من عدكم انه تركزون على المادة وتكون عدكم ان شاء الله اه المادة سهلة واي استفسارات احنا حاضرين للاجابة وشكرا الى اصفار.